السلام عليكم كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير بزاف ديال التلاميذ كي يسولوا على الصحة ديال الخبر اللي خاص بالإضرابات كيف كنجيكم أنا دائماً لصراحة حالياً كتتم المناقشة ديال كيفاش غديكون الإضراب هاد الأسبوع هذا يعني الإضراب غديكون من جديد البلاغ الرسمي بقي ما تمشي صدور دياله من طرف التنسيقيات وكيف دايجا عارفين وتمركم غتكونوا ولفتو هاد الشي تنسيقيات دائماً كي يعنوا الإضراب ديالهم حتى الوقت المتأخر يعني العشراء ديال الليلو الفوق عادة كي يخرج داك البلاغ الرسمي لكي تحدو فيه أيام الإضراب وأشكال النضال وغتقولوا الأساتي ضعيقتوا علاش غتقلوا الإضراب وضعنا في الدورة اللولايك زادوكم يقالوا حقوا لكم المطالب ديالكم بزاف ديال حويج متحقوش من هذه هذه الزيادة اللي انتم حاسبينها أنها تزادت بزاف ديال أشياء أخرى دوك الأساتي دا اللي كانوا تمتوقف ديالهم وتوما ما رجعوش لعمل ديالهم بزاف ديال الحويج لي معارفينات التلاميذ ذاك شي علاش يقدر إرجاع الإضراب من جديد ميدابا باقي تنسيقيها مع ناتش بشكل رسمي على الأيام ديال إضراب وذاك شي إن فو غدي تعلم غدي نعلمكم تأنا اليوم إن شاء الله باش تعرفوا واش كين غداً الإضراب وللاحظة الأخبار اللي كاتروج أنه غتكون المدة دياله كيف العذاب عيام ثلاث لربعة لخميس الجمعة السبت عادة يتم الاستئناف ديال الدراسة بميدابا كيف كان نقول لكم الهضراء باقي ما كيناش في الوراق يعني يغدا كنعتبروا أنه كين القراية في انتظار أنه يتم صدور ديال البلاغ ونتمنى وأنه يحلوا المشاكيل وما يزيد شي تطور هات شي ويتفاقم بحل المرة الأولى لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة